ماذا قال هذا السيد سوف يقوله بحلقك ماذا قال السيد الذي يمكنه بحلق الألقاب المستر أولمبيا سوف يقوله بحلقه و سوف يتلبيه هذا السيد الذي ترى هو أروني كولمان ضروري سوف ترى تصويره شيء صال من الذي كانت سبوري في المغرب كيف لو السيد محققت بقريبا ستة وعشرين لقب احترافي في افتحات دولي لكامل الأجسام وعنده رقم قياسي رقم قياسي في ثمانية الألقاب المستر أولمبيا الناس الذين مهتمين في هذه الكامل الأجسام سيعرفوه بل أنهم يتقارنوا به سوف يتقارن رأسك عن نيفو سوف يتقارن بالناس الواعرين منهم روني كولمان كيف روني كولمان ظهرت بالأيام والصحة التي تقلبت عليه وثلت بالأيام في كرسي متحرك هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة روني كولمان بيع وجالة في سنة 1864 في لويزيان كونطابل بدأ خدام بوليسي سنة 1989 بدأك يشارك في هذا الشيء كامل الأجسام والبطولة كامل الأجسام في 1990 في تكساس ولكن ما يقول لي كان لديه مشكلة التي تظهر مني كنت في التانوية ولكن لم تكن أعطي اهتمام كان لديه مشكلة للفقرات لا يوجد صعفين اليوم غدا يلعب كورا واحد المرات تصاب يلعب كورا يمتغي بين الفيلم هو من يشارك في أحد البطولة في 1990 مع كترة الأوزان الثقيلة الذي يهز واحد نهار وقع لديه مشكلة للفقرات وهذا الشيء الذي يكون لدينا في العمود الفقاري وقع لديه فقر لا تسوق له وفي هذا الفقر لم يكن لديه عملية لم يكن لديه فرص على رأسه ويحصل في الألقار لم يكن لديه النجوم الشهراء ويحصل الخدمة وقع لديه في 2007 وقع لديه وقع لديه نظر هذا الظهر ويحصل على الظهر ويقولون أنك شريف تعطلت على الظهر ويحصل على الظهر ويحصل على الظهر ويبدأ في العمليات الجراحية تقريبا 13 عملية جراحية في الجسم ما بينها العمود الفقاري والرقبة والفخط ركب ويرك جديد ركب سيدي الحديد في الجسم تقريبا 14 عمود ووجوش الفقارات الجسم كامل وعديد على ذلك أنه مني كان طبيب يدر لي عملية تهرس لهم في وسط العملية كانوا يدروا تهرس لهم في وسط الجسم هذا الشيء يقولون هو سبب الإصابة بشلال مني خرج من عندك الطبيب والآخر العملية روني كولمان أخرج أمشى للمقاش قادر يتمشى ولكن قبل أن العملية الأخيرة مني كانت هذه العمليات يعودوا عليه بأن في كل العملية يخرج منها يمشى السيد اللاصال يمشى وثانا يترين السيد مهووس مريض والعملية الأخرى أو السيد يمشى بالكاكز ومع ذلك يمشى اللاصال ويترين وغير هذه الفقانية ويعاون يترين يترين السيد مريض ومن وراء 2020 هذه العمليات كاملين لم يصدقوا له دائما يكون لديه كسر في الحديد ويكون لديه كسر في الداخل من الحديد الذي يمركب دائما يجب كل ساعة يرجع عن الطبيب ويقول لهم بأن العمليات الجراحية التي تدرت له تدرت من أجل المال وليس شيء آخر بينما الأطباء كانوا بغير الفلوس ويقول لهم ويقول لهم أنني لو عاود تعد بي الزمن أو ثانية مرة أخرى سأعاود ندرك الشيء الذي تدرته في حياتي أنا غير نادم تماما سيدامك يبقى بوزيتيف وتفتصريحة دائما بوزيتيف وفي اللقاء من اللقاءة الكدير قالوا لي وماذا كنت تدري المنشيطات قال لي أنا في 1990 بدأت تدري المنشيطات لأنني باش نلعب في النيفو والليفل الذي طالع بثاف يجب أن نأخذ المنشيطات ويقول لهم كنت تأخذ المنشيطات بشكل قانوني كنت تأخذ المنشيطات وانا لا أنصح كي أكد عدقاتي وانا لا أنصح الشباب يسعملون المنشيطات لأنهم كيتسبوا في الموت المبكر وكيدخلوك في حالة الاكتئاب شديدة جدا وزيدك شكرا شكرا المترجم للقناة